النادي الاهلي ما كانش عنده اي مشكلة في مسألة التقاهل للسيمي فاينال كاس مصر هو بلاعي فرقة ابو اير فرقة ابو اير صحيح فرقة مجتهدة وفرقة بتلعب كرة حلوة على الارض وانا بصراحة بحييه وبحيي الكابتن احمد الكاس على فرقة اللي عاملها ولكن في المجمل ما نقدرش نقول ان كان فيه تكافؤ فني ما بين الفرقتين خصوصا بعد البداية القوية لنادي الاهلي هدفين ولعيب ابو اير طرد لما خد انظرين مرة بعض وبالتالي الامور اتسهلت وحاجة تانية انا مش هحلل النهاردة لماش بشكل كامل ان بيتسو موسماني مدير فن الاهلي لعب بتسع لعبين جداد على التشكيل الاساسي للنادي الاهلي بداية من رامي ربيعة محمود وحيد احمد نبيل كوكل عربي بدر جيرالدو احمد الشيخ حمدي فتحي اليوباجي ولكن كل دول مجموعة من اللاعبين اول مرة يخش بتشكيل اساس النادي الاهلي وبالتالي التحليل الفني لفرقة نقدر نقول متجمعها عشان تلعب من برا دي هيبقى امر مش منطوكي ولكن في وجهة نظر الشخصية اهم حاجة خاصة للنادي الاهلي النهاردة هو هدف ابو اير لدخل مرمى محمد الشيناوي حد هيستعجب ويندهش من جميلتي ايوه اكررها داني اهم حاجة النادي الاهلي خدها بعيدا طبعا موضوع التأهل السيمي فاينال انه دخل في مرمى الهدف اللي جهه لابو اير من التاكتك اللي اتلعب لانه هدف مهم ودرس مهم للنادي الاهلي قبل مباراة الفاينال قدام نادي الزمالك في يوم الجمعة الجاي درس مهم قوي لأي جهاز فني ان يشوف واحدة من الاخطاء اللي فرقته بتطع فيها يبقى لها كتير ويبدأ يشتغل عليها وعايز وانا بشرح لكم الهدف تحطوا في بالكو حاجة مهمة تحطوا في بالكو الهدف بتاع نادي الوداد في النادي الاهلي في اياب فاينال 2017 فتكروا الهدف ده كويس جدا شوان هنتكلم عليه وانا بحل الهدف ابو اير وفتكروا برضو بعض الكراط اللي كانت بتتلعب على عرض قريبة لمربى النادي الاهلي وكان مدفعين النادي الاهلي دايما بيفشلوا في التعامل معه كيف نحب الدكاس في البداية لعب بطريقة اعرب الى اربعة خمسة واحد وانا بحييح حاول افن نص الملعب لعب بطريقة فيها تقفيل لعمق ملعب النادي الاهلي ولكن المشكلة طبعا في البداية حمى النادي الاهلي كانت قوية جدا ونادي ابو اير طبعا الطلب منه لاعب فكان صعب جدا ان فرقة تقدر تجاري النادي الاهلي لكن يشكروا على مجهودهم وعلى الهدف طبعا في مجهود كبير قوي وتكتك حلو تلعب وتفضلت مساحة وكمان كارفالا المهاجم بتاحهم قدر ان هو يغفل مدافع النادي الاهلي ويسرقهم في التحرك والسرعة مش هنحل زي ما قلت لكم براء بشكل كامل ولكن عايز احلل الهدف لانه مهمة اوي 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 الغلطة يبتتكرر في النادي الاهلي بقالها كالسنة هنضطر طبعا في البداية نشيل لعب من نادي ابو اير لان هما لعبوا منقصين في العدد بعد اعتقد اول رابع ساعة وبالتالي وقت الهدف كان الفريق بيلعب بعشر لعبين تخيلوا نادي ابو اير بيحط هدف النادي الاهلي بكرة عرضية وهو بيلعب بعشر لعبين عايزين نرس بس الهجمة نادي ابو اير قدر ان هو يفرغ المساحة على الجانب الايصر للنادي الاهلي كان بيشغرها محمود وحيد وقدامه احمد الشيخ بيرجع معه تمام كده كرة هنا تفرغت واول غلطة عايز اتكلم عليها كانت عند احمد الشيخ ليه بقى احمد الشيخ واحنا الدكان دم يا جماعة على خطة اربعة اتنين ثلاثة واحد او اربعة ثلاثة ثلاثة على طول لازم نحط على الوينجر بعض المسئولات الدفاعية مع الفول باك بمعنى احمد الشيخ بيرعب في الحاجة في الهجمة دي كان هو الوينجش مان للنادي الاهلي وهو اللي كان راجع يلاف من محمود وحيد احمد الشيخ في الكرة دي عمى ليه اكبر غلطة عمى ان هو حلق اكبر غلطة عملها في الكرة دي ان هو حلق كان يقدر يضغط على حمل الكرة اللي يابو ايه ويقدر استخلص منه الكرة كان هو فضل يحلق عليه بس وسابه يمشي في الحتة دي لغاية لما قابله محمود وحيد محمود وحيد مش هقدر حمله مسئولية الهدف كاملة يعني جزء من مسئولية الهدف لان انا بالنسبة لي الفول باك ربما بيفشل في ايقاف الكرة العرضية مش سهل انت تحط رجلك بسهولة وتعترض الكرة مش اي لعب برضه يعمل دي وخشو كان محمود وحيد برضه جسمه وليل والكرة ممكن تقشل متجه الجسمه فمش عايزة حمله مسئولية كاملة ولكن اكيد من مهام الفول باك انه يحاول على قد ما يقدر انه يمنع ارسال كرات عرضية كتيرة بس الفكرة ان كل المنطقة دي يا جماعة ساعة الكرة ما تلعبت كل المنطقة دي فاضية المنطقة دي كلها فاضية وكارفالا مهاجم ابو اير جاي من هنا وطبعا العربي بدر كان دخل وغطى عشان يعمل الدور بتاعه كمساك في الكرات العرضية اللي جاية من الجهة العكسية عادينا طبعا السياد كرة القدم لو الكرة العكسية جاية من ناحية الشمال يبقى الفول باك يمين بيخش يضم من جوه عشان يعمل دور المساك ويساعد زميله ياسل ابراهيم في اللعبة دي كمانا فين هو في الحت في الجزء ده وما كانش معاه اي لعب نوئي انحان بتاعب من الكام على فريق بيلعب منقص من العدد فاستحال اصلا هم يفتحوا خطوطهم ودنيا لأهل كارفالا مفروض مش هقول ان هو تغطيت علي بدر بس هو قدر يهرب منه ودخل انضمه وسرق رم ربيعه في جزء ميسانية لغاية وطبعا ساعده جدا جدا ان محمود وحيد لما رفع رجله عشان يعترض الكرة العرضية اللي جاية من الجبهة الشمال رجليه لما ترفعت غطت التسلل بتاع كارفالا لو كان محمود وحيد وقف وما رفعش رجله كان كارفالا بقى تسلل والجون ما تحسبش بس باين هتسلل برد كنا هنقعد نحلل الجون ده الكوات العرضية جماعة ليها اشكال كتيرة جدا بس اهم الشكلين في وجهة نظري والكورة العرضية الارضية اللي بتتلعب الى حد ما على العرض القريبة تبقى خطره جدا جدا وصعبه جدا عند فعلا تمام معها و الكورات العالية اللي بتتلعب فيه لمهاجم عنده جمب جامد او لعيب طويل كورات عالية وتقدر تنزل ورا المساكين وبالتالي نشوف فيها خطورة كتيرة الكورة اللي نتكلم عليها دلوقتي الكورة بتتلعب بارتفاع متواصل كورة مش عالية كورة بتتلعب بارتفاع متواصل سريع وبتتلعب على الارض لحد ما وبالتالي هنا مفيش اي استغلال خالص ليله هدد خلص كورة جاية جايلنا عند الوسط فمستحيل طبعا ان انت تنزل بدماغة خلص دي ما خرجت برا اللعبة تمام دي بكام عكوات حرداني اول نقطة عند الان ياسر ابراهيم مقدرش يرجع للمسافة الكافية بسرعة عشان يساعد رامي ربيعة في التغطية داخل مطقة الجزاء وبالتالي لو اعنا بتكلم ياسر ابراهيم لو مقعه بعد ما هو هنا هو شلناه وحطناه هنا هو كان يقدر يعطر دي كورة عرضي دي بسهولة ويطلح لكن هو ملحقش يرجع فده تاني خطأ انا بشوفه اول خطأ انا كنت عليه عند احمد الشيخ ان هو كان قريب جدا من حمل الكورة لعبة بوئير وكان يقدر يضغط عليه بده ما يحل لان جزء متغطية زي ما اتفقنا ليه الوينجر في اي طريقة اربعة او اربعة تلاتة تلاتة لازم ترجع تدافع مع الفول باك في الهجمات اللي من الجنب بتاعك ده ضروري جدا طيب محمود وحيد فشل في انه يغطي الكورة او يمنحها من الوصول ياسر ابراهيم تمركوزه كانش صحيح واقف بعيد وكانش مع اي حتى ياسر ابراهيم يقول ليه مسا انا واقف في نهو لان كان في بعض اللاعبين لابوئير بيحاول يخشه كانت ممكن بالكورة بدا بتلاعب بعرضية تتلاعب على مشارف منطقة الجزاء فاكرين زي الكافة الموصل الصالح ما كان بيعام مع النادي الاسماعيلي في الفين وواحد سايب معوض يفضل يجرب الكورة يجرب حب يحط الكورة على مشارف منطقة الجزاء ده ممكن بقى كلام منطقي ولكن ما كانش فيه لعبة لابوئير برا منطقة الجزاء كانت ممكن كورة تتلعب لهم برا ما كانش فيه فبالتالي طبيعي انت تحاول تجري على قد منطقة لغاية لما توصل للمنطقة اللي جنب العرض القريبة عشان تقدر تشتت الكورة طيب ياسي بريم مقدرش نيجي بقى عند الخطأ الكاريسي اللي حصل هنا عند رم ربيعة وطبعا هنحمل شوية على البدل لان برضو هو كان خلاص دخل ضم كمساكة دخل ممكن الجزاء لكن الكارثة ان كارفالا قدر يغفل الناس دي كلها وخطف العرض القريبة اه الكورة جات من هنا هو ولكن هو خطف الكورة من العرض القريبة نفس الجوم بالزبط تبكي لي بتاع الوداد في 2017 لو تفتكروا كورة لعبي ودخل في الشيف اكرامي في العرض القريبة نفس الغلطة واحدة من المشاكل اللي عند النادي الاهلي هتعامل مع الكورات العرضية والكورات العرضية هي واحدة من اهم سمات هجوم نادي الزمالك ومنادي الزمالك هجوم قوي جدا 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 بيعتمد على الكورات العرضية من صفح محمد فدي نقطة لازم نادي الاهلي باواخد برمناها دي غلطة عندك وميزة انك شفتها النهاردة في ماتش مفروض ماتش سهل قدام ابو ايرفاق نادي الاهلي بقول ميزة ان الكورة دي تحصل معاك في الماتش الرسمي الوحيد والماتش الوحيد اللي ليك قبل ماتش الفاينل قدام نادي الزمالك وبالتالي الحتة دي بيانت ان في مشكلة وقصة الخليبات كانت نقطة مهمة جدا ان اتنين مساكين بتوعناد الاهي نهاردة كانوا مين؟ ياسي ابراهيم ورامر ربيعة اللي برا الاثنين دول اي من قشر يعني كده او كده في واحد من الاثنين دول هيا اي من اشرف هيلعب ان شاء الله ماتش الفاينل فانت هتختار واحد من رامر ربيعة واسي ابراهيم وبالتالي انت معاك لعيب اساسي موجود في واحد منهم اساسي هيلعب ماتش الفاينل مهم جدا لموسيماني شفنا حتى رد فعل موسيماني بعد الهدف لما قاعد يشاور لديكة في ديكة البودلاء ويقول لهم كذا وكذا والوقفة ومش الوقفة وهي الازم والغلطة ان انت متسبش المهاجم يسرق كل المساحة دي منك ليه؟ لان انت جالي ومش باصص انت مش شايف هو فين انت مش شايف هو فين هو بيعمل وراك انت كل انت بركز معاه انك عايز تجري عشان انت فقط تمنع الكرة العرضية ولكن انت ولا منعت ولا كمان ركزت مع المهاجم وبعد الهدف لكمان الحد ما كان رفولا يعني حط فيه تطش كده بالكعب اللعبة فضل التعاتب بعضها وترمي اللوم على بعضها ده جادمان ده كان بتاعك عربي فعربي يقول له لا ده هرب مني ودخل وانا فقول باك جاي من يمين جاي ساعدك بس ده بجو بتاع انا وهنبدأ بقى ايه كل واحد يلكوي باللوم على الاخر ولكن نقطة من النقطة المهمة لازم نادي الاهلي طبعا ياخد بالهم منها ان الكرات العرضية عندهم فيها مشاكل نادي الاهلي عنده مشكلة في الكرات العرضية في فاينالز كتيرة شفناها في مباريات افريقية كتيرة وحتى مباريات في الدول المشكلة في الكرات العرضية وحتى في متش داتة واحدة فتكروا محمد عامل جومب كرة لعبة كرة عرضية هرب واخر نفسه قام خطوة وادل هو يجيب الهدف بشكل مميز جدا فرس طايم وبرضه محمد طبعا واحد من افضل عية بتعمل جومب احنا نتكامش كرة عرضية عالية ونتكامش كرة عرضية على الارض فلازم من الاهلي ياخد باله من الحيطة دي انها وضحت قدام فريق ابو ايه طبعا امكانيات متوضعة اكيد مقول له كرة عرضية ده محجم كويس مش وحش وممكن بعد الاداء اللي قدمه ده من الاهلي يجيه لعروض من اندية في الدورة الممتاز السنة الجاية ولكن تاني الهدف ده يجي فيك بالسيناريو ده هو جرز انظار ليك مهم في وقت مهم عشان الجهاز فني ياخد باله دي نقطة مهمة انا كنت عايز بس اركز على الغلطة اللي النادي الاهلي وقع فيها النهاردة وهدف ابو اير اكيد طبعا مليون مبروك للنادي الاهلي التقاهو لسيمي فاينال كاس مصر هلعب مباراة طبعا مهمة جدا قدام نادي الاتحاد يوم واحد دسمبر بعد نهاية طبعا نهاية دور اطلاق افريقيا سيمي فاينال قوي قوي نادي الاهلي للاتحاد يعني بيعمل استعادات كويسة جدا يومين دول واكيد هنشوف مباراة كويسة واكيد هيبقى متأسرة بنتيجة الفاينال شوية لكن سيمي فاينال قوي نادي الاهلي للاتحاد يبقى سيمي فاينال قوي جدا والاكدر والربنا سبحانه وتعالى يوفاء اكدر يبقى يتقاهل لفاينال الكاس ده كان تحليل سريع لمباراة الاهلي وابو اير شكرا جزيلا لكم وان شاء الله اشوفكم في تحليل بقى مطش الفاينال هنعمل حلقتين بإذن الله للنادي الاهلي للزمالك قبل الفاينال او ممكن نعملهم حلقة واحدة لسه ما خدتش قرار يعمل سناء لسه هنعمل بريفيو لمباراة الفاينال وان شاء الله اشوفكم باقي يوم الجمعة يوم الكبير يوم الفاينال نهائي دوري ابطال افريقيا شكرا جزيلا كنت معاكم كريم اشتركوا في القناة